بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الخيار وغيره الإقالة الخيار الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية أقسام العقود باعتبار لزومها أولاً عقد جائز من الطرفين كالوكالة ثانياً عقد لازم من الطرفين كالبيع والإيجارة ثالثاً عقد لازم من طرف جائز من طرف كالرهن أنواع الخيار ثمانية خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب وخيار التخبير بالثمن متابان أقل أو أكثر مما أخبر به وخيار اختلاف المتبايعين وخيار الخلف في الصفة النوع الأول فمنها خيار المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه النوع الثاني ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن النوع الثالث ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما النوع الرابع ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام النوع الخامس وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه فإن تعذر رده تعين أرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب النوع السادس وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ الإقالة هي رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين